تشهد أسعار العقارات في دبي منذ أكثر من عام نسق انخفاض بطيء بعد عشر سنين راوحت خلالها بين ارتفاع بلا ضوابط ساهم في تكوين ثروات ضخمة وانخفاض حاد كبد كثيرين خسائر فادحة وباتت إمارة دبي مقصدا عقاريا رئيسيا للأجانب بعدما أطلقت في العام 2002 مناطق تملك حرة يتاح فيها لهم شراء العقارات وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها في العام 2008 بدفع رئيسي من المضاربات الاستثمارية إلا أنها انخفضت بشكل حاد بعد ذلك بسبب الأزمة المالية العالمية السوق تشهد نوعا من الهبوط الناعم حاليا لذا الأسعار تشهد تراجعا منذ أكثر من عام نعتقد أن السوق ستواصل التراجع بشكل إضافي لكن ليس بقدر ما حصل حتى الآن من جهتها تقدر رئيسة قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك للعقارات دانا سلباق انخفاض أسعار العقارات في دبي خلال العام 2015 بزهاء 10% شهدنا تباطؤا في الكطاع السكاني ورأينا الأسعار تنخفض بنحو 10% على مدى العام الماضي إن هذه الأسعار لم تنخفض بشكل كبير في الربع الأول من سنة 2016 ويتربع الهنود على قائمة المستثمرين الأجانب في عقارات دبي ففي العام 2015 أنفقوا أكثر من 5 مليارات و400 مليون دولار من أصل 26 مليار دولار هي قيمة مجمل التعاملات العقارية